اشتركوا في القناة هذه اصلا بديرة المصرف المركزي وهي بتأثر على مستوى الفوائد يعني على مستوى الكروض يعني على كمية الاموال موجودة بالسوق يعني على مستوى الفايدة اكيد كل ما كانت الفايدة اوطى كل ما كانت الاستدانة اسهل والعكس صحيح وكمان فايدة اوطى يعني استهلاك واستثمار اكتر وبالسياسة النقدية كمان عندك وسيلة تخفيض العملة الوطنية بس تعرف انه باللبنان الهامش الحركة كتير صغير يعني نطمم نعرف العملة اللبنانية الليرة ثابتة بالنسبة للدولار وتاني سياسة تاني سياسة هي السياسة الصناعية يعني انت بتدعم القدرة التنفسية للشركات المحلية مثل المانيا اللي عم تشوفها حاليا مزبوط وبس هالسياسة هايدي سياسة بعيدة المدى ومبطعت مفاعل اعادة انقاش آنية وتالت سياسة اديب تالت سياسة هي السياسة التجارية يعني انت بتدعم وبتدافع عن الانتاج المحلي مثل امريكا والسين حاليا مثل اوروبا والسين كمان حاليا بخصوص مثلا الفوتوفلتاييك تدعم البداعة الصينية وأوروبا تتواجه تفرض درائب كثير عالية ورسوم جمع الوكية كثير عالية على البداعة الصينية بس هايدي بهالسياسة كمان هامش الحركة كثير صغيرة لأن تتناقض مع حرية التبادل الدولي ومع حرية التنافس الاقتصادي وهالشغلة صعبة تطبيقة بلبنان لأنه متل ما بنعرف 80 بالمئة من السلع هي السلع مستوردة مضبوط يعني بدك انتاج محلي قادر ينافس لتقدر تحميه مضبوط واخر السياسة أديب اخر السياسة هي السياسة المالية يلي انت بقرر فيها يابدك تدعم الاستهلاك يابدك تدعم الانتاج وهون عندك وجهتين نظر عندك وجهة التأشف يلي مثل بألمانيا والنموذج طبعه البلاد الأوروبا الشمالية مثل السويد يلي قدروا يتخطوا الأزمة يعني تغفيد المصاريف العامة وزيدة الدرائب مضبوط تاني السياسة هي سياسة إعادة الإنعيش يلي بمثله مثلا اقتصادي مثل بول جروغمان يلي هو حائز على جهزة نوبال بالاقتصاد ويلي بقول انه التكشف ما بوصل لمطرح إلا لزيادة الانكماش الاقتصادي شو السياسة لازم نتبعها بلبنان تنتخطى الأزمة بالنهاية الاثنين بكملوا بعضون والتأشف واحده بيقتل المريض أما إعادة الإنعيش بخلي يعيش بس بموت على المدى البعيد بس بلبنان المشكلة أعمق من هيك المشكلة لازم يكون عندك تغيير جزري يعني لازم نبلش نتصرف كوطن كدولة ما بقى نتصرف كأحزاب وككتل وكتواقف وكأبيل يعي مثل ما عبر فمنك لازم الحكام يعرفوا كيف يديروا التغيير وإلا هن يتغيروا ونشوفكم بحلقة جديدة ما تنسوا تابعونا